اكد سعادة السيد ياسر بن ابراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء حرص مملكة البحرين على مواصلة تطوير شبكات نقل الكهرباء وتوفيرها ضمن اعلى مستويات الجودة جاء ذلك خلال زيارة ميدانية قام بها سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء مع معالي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية الى محطة شرق مدينة عيسى ونوها سعادة الوزير بالتعاون القائم بين مملكة البحرين والبنك الاسلامي للتنمية والذي ساهم في انجاز العديد من المشاريع التي تصب في اطار المسيرة التنموية الشاملة من جانبه اشاد معالي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية بالتطور الذي تشهده المشاريع الاستراتيجية في مملكة البحرين ومواكبتها للطلب المتزايد على الكهرباء بما يحقق الاهداف المرجوة في مجال البنية التحتية واستدامة الطاقة بالمملكة